السلام عليكم ورحمة الله متابعنا الاعزاء متابعنا الدعم الدراسي مرحبا بكم مرة اخرى على القناة كنتمنى دائما تكونوا كتستفدوا معنا وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم كنقراهم كنحاول ما امكان اني نجوب وكنحاول لبي طلبات ديالكم من ناحية الفروض اللي كتحتاجوها ان شاء الله ما زال ان شاء الله نحطونا مادج اخرى من الفروض التانية في جميع المواد اللي كتحتاجوها بقي الاسفتة ان شاء الله غنحطو لكم في القارب العاجل اذا اليوم غيكون عنا نموذج ديال فرد لغة العربية الفرد الثاني ديال الدورة الاولى بالنسبة المساواة ديال التانية تنوي اعدادي بالنسبة لباقي الفروض غتلقوا الرابط دائما اسفل الفيديو غتلقوا فيه نمال الفروض غتلقوا فيه الدروس غتلقوا فيه سلاسل تمارين يعني كل ما كتحتاجو ان شاء الله باش تكونوا متفوقين في الدراسة ديالكم يكفي انكم يعني تتابعوا الفيديوهات بانتباه ان شاء الله هرى اي لوبساعدكم او اي صعوبة رها غدي تحيد بالنسبة للفرد على شكل الصور كنخلي لكم فيه هنا في اليوتيوب كنخلي لكم كذلك على صفحة ديال فيسبوك اللي كتحمل نفس اسم القناة ونفس اللوغو ديالها قناة الدعم المدرسي الوطني الوطني الصالح والصادق هو الذي يهم بحب وطني هو يتغنى صادقا بامجده التاريخية وتأخذه النخوة من اعماقه عندما يرى عالم وطنه يرفرف هنا وهناك موحيا بالمعاني السامية والقيام الخالدة وتتفاوت مستويات الامم في الارتقاء المدني والاشتماعي والسياسي بقدر ما يوجد عند افرادها من الحب والتقدير للوطن وما يتوفر فيهم من الاستعداد للقيام بواجبه والتضحية في سبيله فوطن المرء يجب ان يكون في عين مواطنيه اجمل الاوطان احبها اليه لان المرء انما يحب وطنه حبا ويتعلق به ويتعلق به تعلق الواليه المتيم لانه فيه ولد ونشأ لا لانه فاق البلدان جمالا او موقعا او ارزاقا وحب الوطن في نظر الاسلام من الايمان فمتى قوي ايمان المرء ورسب في اعماقه قوية روحه الوطنية وليس المرء في حقيقته وجوهره الا ايمانا ووطنية اذا ندوز الاسئلة المكاول القراءة حدد او حدد المجال الذي ينتمي اليه النص يعني كتقرأوا مجال القيام الوطنية والانسانية اغلبية سيكون هذا هو التام ديال الفرد اذا احنا كندوح لمجال القيام الوطنية والانسانية حدد العلاقة الرابطة بين العنوان وبداية النص هل هي علاقة تفسير ام علاقة تداد اذا انا رجعنا للنص النص عنوانه الوطني وفي البداية اشنو كنديرو ديالنص الوطني الصالح وصادق هو الذي يهيم بحب وطنيه اذا هناش كنديرو هنا كنفسرو كنفسروش كنوههد الوطني اذا فهنا علاقة تفسير اشرح او اشرحي حسب سياق النص ميالي الامجاد ويتغنى صادقا بامجاده الامجاد ممكن ديرو العضائم البطولات اذا ممكن كسبوه العضائم النخوة وتأخدوه النخوة ممكن كسبوه المرؤة اذا النخوة هي المرؤة حدد او حددي الفكرة المحورية للنص اذا الكاتب هنا اشنو كيدير فهذا النص هذا كيوضح لنا مواصفات الوطني الصادق هو الذي يهيم بحب وطنيه هو الذي يحبه يعني يكون في عينه وطنه هو اجمل الاوطان وفي الأخر في سر لنا علاقة حب الوطن بالإيمان اذا توضيح الكاتب لمواصفات المواطن الصالح وعلاقة 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 حب الوطن بالإيمان استخرج من النص الفاظ او عبارات دالة على المجال الذي ينتمي له النص القيم الوطنية والإنسانية نرجعنا النص حاجة علاقة بالوطن او للأوطن الا وممكن درجوها سواء كانت كلمة او لا يعني سواء عبارة او لفظ ممكن يعني نكتبوه طلعوا الوراقة باش يزيدوا يبانوا الاسئلة الاخرين واخ اذا نكتبو الوطن الوطن حب الوطن الوطني يهيموا بحب وطنه يهيموا بحب وطنه يهيموا بحب وطنه اذا النص كلها عبارات والفاظ دالة على المجال الذي ينتمي له ابرزي القيمة القيمة المتضمنة في النص والسدل عليها بما يناسب منه اذا القيمة اللي كندوع له دابه هي حب الوطن والتعلق به حب الوطن السدلال عليها اول جملة الوطني الصالح والصادق هو الذي يهيموا بحب وطنه يهيموا بحب الوطن هنكتب هنكتب انا هوافق الكاتبة في كل ما طرحه من افكار لان الوطنية لان الوطنية شعور مقدس لا يجد حلاوته حلاوته ونسكتب والنفذ انا نضع الصفحة الاخرى اللغة اشكول اشكولي الكلمات التي تحتها خط في النص اذا الشكل خاص تكون ضابط يعني الموقع ديل كل كلمة اشكولها بشكل صحيح يرى علامة وطنه يرى علامة علامة وطنية مستويات وتتفاوت مستويات مستويات اذا الفاعل تم مرفوع بالضماء جمع مؤنات سالم ولكن فالرفع لا يوجد مشكلة فالرفع بالنسبة لجمع مؤنات سالم مستويات ويتعلق به تعلق مفعول مطلق تعلق الوالي اما يؤكد اما يبين نوع اما يبين العدد سوف يؤكد خرج خروجا تنأكد الفعل لا تزد من وراه واحد المضاف يبين نوع كيف تعلق الواليه اذا كيف تتبعوا بحالة تزيد تبين نوع او لا يبين العدد ضربة ضربة ثانية اذا يكون عنا يبين العدد كنعرفوا كيف تتبعوا اذا مفعول مطلق هذا ليس حاجة جديدة عليكم تعلق البلدان لانه فاق البلدانة هنا عندنا مفعول به فاق فاق هو ماذا البلدانة البلدانة استخرجي من النص لانه فاق او لا يكون ضبير متصل او رسم الواليه و رسم مفرد هو نخلق المفعول مفعول ملح المثال المثال او مفرد المثال الفعل ونخرج مفعول مطلق طفي واخر الفاعل نشوفه شي فاعل من النص يهيمو هنا نقدر نديره هو يعني ضامير يهيمو هنا يضامير ويتغنع الفاعل ضامير تأخذه النخوة وامكين هنا نأخذه كلمات النخوةُ يكن ظاهر إذن تأخذه هو النخوةُ وهذا ما ارى هو مفعول به متقدم تو عن الفاعل عن الفاعل هذا من الحالات التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل إذن تأخذه النحوات ندينه هنا يا النحوات هنا غير بش نبينه لأنه يكون ضامير كتحط غير الفاعل وكتقوله راه ضامير مثلا مستثير هنا يا اسم ضاهر مفعول به مفعول به ممكن نأخذه هذا الضامير هذا تأخو ذوه ممكن نكتبه تأخذه ونسطع لهذه الهار إذن ندينه حالكة نوعه ضامير متصل إذن هنشوفه مفعول مطلق يكون حروفه من حروف الفاعل هنا يتعلق مع تلان تعلق الواليه وندينه هذا التعلق يعني لبيان النوع كين كنظن مفعول به واحد آخر نشوفه ونتأخذه النخوة القيام ليشم مفعول به آخر ونتقدم لأن المال إنما يحب وطنه حبا هنا كين نجور هذا يحب وطنه حبا ويتعلق به تعلق الوالي إذن إما نديرو حبا هنا بيان التأكيد تأكيد الفعل وعننا تعلق هنا يبيان النوع صحيح منك يكون ما عندوش تنوين مني ما كيكوش عندوه تنوين وكيكون تابعوا واحد الإسم يعني معرفة تابعوا تاني يكون لبياني النوع مثلا دخل الفارس ودخول المنتصري دخول المنتصري أنشئ جملات تجتمل على ظرف غير متصرف الظرف الغير متصرف هو اللي كيلزم يعني وحد ما ما يم يعني ما كياخدش الآخر ديالو شي يعني شي حركة أخرى مثلا عندي قطو فهو يعني ضمير مثلا هذا غير متصرف إذن را ذاك العام شفته الإسم المتصرف والإسم الغير متصرف إذن هنكتبو مثلا ديروش شي جملة فيها قطو ولا حيثو مثلا مثلا أسافرو حيثو الجو مثلا جميل عنديلو مثلا ديرو حيثو ولا نديروش حاجة عند علاقة مثلا بالوطنية إذن باش منضيعوش الوقت غنديرو هاد الجملة ديال أسافرو ممكن تدير هو بالأحسن تكون جملة في الإطار ديال النص أخا وسافرو حيثو آآ الجو حيثو الجو مثلا جميل ولا مهم أنا يعني ما نقصنعش بالجملة مية في المية ولكن مهم باش نديرو جملة أوصفي فيها ورا جميع الجمل مقبولة كيبقى غير الأسلوب مثلا نكتبو مثلا ما رأيتو أجمل من بلادي قط مثلا إذن هذا وهذا واخو صل بسهم بين الجملة وما يناسبها من حكم فيما يأتي لا ينال الحق إلا صاحبه هنا يتقدم المفعول به على الفاعل واش تقدم جوازا بسبب لفة الانتباه إليه يعني بغينا اللفته الانتباه للحق أو لا تقدم وجوبا يعني بالضرورة خصو يتقدم بسبب حصر الفعل في الفاعل ما معنى حصر الفعل في الفاعل يعني هذاك الفعل ما يمكن يقوم به غير هذاك الفاعل كان حصره مثلا إنما ولا إلا مفهم إذن هنا بحصر بإلا هذا الحق شكل كي يقوم به شكل يدي يناله الحق إلا صاحبه إذن هنا حصرنا حصرنا هذا الفعل في هذا الفاعل اللي هو صاحبه فهنايا تقدم غيكون عندي وجوب تقدم المفعول به بسبب الحصر إذن هذا من بين الأسباب وقلنا من اللي كيكون المفعول به ضامير والفاعل يلو ظاهر بحال هنا أو الثاني ضروري كي يتقدم وتأخذه النخوة أو الثاني هنا واجب تقدمه واجب إذن غادي نكمله أعرب أو أعربه ما تحتهو سطر في الجملة التي يتعلق به تعلق الوليه إذن تما أش قلنا مليك أنك نشرحه قلنا أن تعلقه أصلا إحنا كسبناها فهي مفعول مطلق وكيكون مضاف وكيكون هذه الكلمة اللي تابعها كتكون مضاف إلي إذن تعلقه قنديره مفعول مطلق منصوب مفعول مطلق منصوب بالفتحة طبيعة الحال الظاهرة على آخره بالفتحة ولو علامته نصبي بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الوليه مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة الظاهرة على آخره غنجيوا مكونة تعبير وإنشاء أنا أكثر حضرت الشماع عن عقدته لجنة ممثلة للتلاميذ بمؤسستكم عنوانه تحية العالم مواجب وطني أكتبوا أكتبيه تقريرا تحددين فيه وقائع للشماع والنتائج المتوصل إليها إذن غنشوف واشنوقع في الشماع ونكتبوا النتائج اللي توصلنا لها خدال هذا الشماع هذا إذن بالنسبة التقرير أنا أكتب لكم هنا نموذج غدين نقرأ إذن كتكتب الموضوع محضر الشماع إذن درتي وحد المحضر دي الشماع وقاعة الشماع ودرتي المحضر المكان غدير ثانوية الإعدادية كده وكده بالنسبة الثانوية الإعدادية ديالك الزمان التاريخ ديال هذك الفردي دوز إذن عقدت لجنة ممثلة ممثلة للتلاميذ اجتماعا تحت إشرف سيد المدير بحضور أطر من الإدارة وهيئة التدريس بقاعة الأساتذة وقد تناول الكلمة سيد المدير الذي شرح أهمية الموضوع ودوره في تعزيز روح الانتماء وغرس مفهوم الوطنية في نفوس المتعلمين ثم تدخل المشاركون لتقديم اقتراحات وقد توصل المجتمعون إلى اتخاذ القرارات التالية لأن هنا نتائج متوصل إليها أو توصلوا إلى النتائج التالية تربية المتعلمين على تحية العلم في الصباح رفع العلم من طرف المتعلمين والمتعلمات رفع العلم من طرف أولياء الأمور كذلك إذا صادف تواجدوا مرفع النشير الوطني الحرص على تشجيع المتعلمين على ترديد النشير الوطني وتعريفهم بأهمية تحية العلم وغرس حب الوطن في قلوبهم وقد انتهى الجمع بالإشادة بقرار تحية العلم باعتباره أول درس يتلقونه يوميا في حب الوطن أو باعتباره أول درس من دروس الوطنية الذي يتلقاه التلاميذ كل صباح إذن كان هذا هو النموذج يتقرير مازال إن شاء الله نطلقاه مع نماديج أخرى دير لغة العربية وكما وعدتكم بالنسبة للأزفت وشكرا عن المتابعة وكنتمنى لكم دائما التوفيق في المسيرة الدراسية ديلكم